اشتركوا في القناة بعثا برسالة لنتانياهو تفيد بإنهاء التحالف بين الطرفين في حال يجاء انتخابات رابعة ولن يوصي عليه لتولي رئاسة الحكومة ولن يكون أي تعاقد تحالفي مع الليكود برئاسته يشار إلى أن هذا التهديد يندرج تحت إطار تنفيذ التزام الأحزاب الدينية تجاه بني جانس بضمان سمرار عمل الحكومة حتى تسلمه منصب رئاسة الحكومة في اليوم الواحد والعشرين من تشرين أول العام المقبل موسيقى موسيقى موسيقى